مرحبا جميعا اسم عبدالقدر فتح الله كنت ترتيب الصفات بشكل تسلسلي منطقي جميل وشيق وبأسلوب سهل وممتع ترتيب الصفات طبعا في ناس كتيرة بتقول لي انا اطلق بط او ما بعرفش ارتب اكثر من صفة او صفتين مع بعض لما يكون صفتين بيبقى سهل الترتيب ولما بتزيد الصفات عن ثلاثة او اربعة بتكون الصفات ترتبها صعب وما بيكونش منطقي والزهن بيفكر وبيتأخر علشان نرتب الصفات بياخد وقت لكن ان شاء الله النهاردة احنا هنتبع الاسلوب اللي هو التسلسلي وان شاء الله هنتعامل مع بعض بكذا طريقة ان شاء الله حديثة وطرق سهلة وبسيطة علشان نعرف زي نرتب الصفات مع بعض خلينا نتابع مع بعض الشرح ترتيب الصفات النهاردة يا شباب احنا هنتعامل مع ثلاث طرق والثلاثة كويسين جدا ومنتزين جدا علشان تعرف ترتب الصفات دي كويس كازين تنكتز معي وحنبدأ مع بعض بجدول فيه ترتيب الصفات وفيه أنماط الصفات اللي هنتعامل معها adjective order ترتيب الصفات هنبدأ مع بعض الشباب بالترتيب الطبيعي اللي موجود في الكتب والمعتمد هنبدأ الأول بـ opinion الرأي بعد كده size الحجم age العمر shape شكل color لون origin أصل واخر حاجة الماتيريان يبقى أنا عندي ترتيب زي ما انت شايف اقرأ معه بالعربي رأي حجم عمر شكل لون أصل مادة طبعا فيه ناس بتحفظ بـ العربي رأي حجم عمر شكل لون أصل مادة وبتحفظها رأي حجم عمر شكل لون أصل مادة وفيه ناس بتحفظ opinion size shape color origin and material تمام؟ طبعا لو حبيت تحفظ بالعربي أحفظ ولو حبيت تحفظ بالإنجليزي أحفظ دول سبع ممات معانا opinion size age shape color origin material هنتعامل مع بعض النوع الأول opinion هناخد أربع صفات مشهورة للأبينيان الرأيي هنبدأ الأول بالصفة الأولى good جيد bad سيء honest أمين expansive غالي أي صفة من الصفات اللي انت شايف فديا بتندرك تحت رأيي أو opinion أو حتى ممكن تقول شخصية سو تعالوا كده نشوف size الصفات اللي ماشية مع الحج عندي أربع صفات صفة big كبير small صغير tiny صغير جدا huge ضخم صفات العمر يا شباب أربع صفات old كبير بالسن young صغير بالسن modern حديث للأشياء new جديد للأشياء أوكي صفات الشكل يا شباب أربع صفات round مدور fat متين أو بدين thin ضعيف tall طويل طبعا صفات الشكل كثيرة بناخد منها أربعة بسة على سبيل المثال صفات الألوان صفات الألوان white black brown yellow طبعا احنا عارفين الألوان white black brown bunny yellow أصفر طيب الصفات اللي هي بتيجي مع الجنسية أو الأصل هنتعامل مع أربع صفات على سبيل المثال كويتي Egyptian Saudi Syrian كويتي مصري سعودي سوري دي إما تقول عليها أصل origin إما تقول عليها nationality الجنسية material المادة عندي أربع صفات معها wooden golden silver leather خشبي golden ذهبي silver leather جلد زي ما احنا شايفين يا شباب دي مجرد أمثلة طبعا لو حبيت ابحث عن صفات أكتر هتلاقي بس احنا خدنا بعض الأنماط المشهورة وبعض الصفات المشهورة علشان نعرف نتعامل مع الصفات وترتيبها بالصحيح adjective order عندي طريقة تانية يا شباب بعتكوا بيها لما تيجي ترتب انت شايف السبع أنماط للصفات اللي موجودة معانا أول حرف فيها اسمه initial يعني الحرف الأول البادئة الأول في كل الكلمة ركز معايا لأن انا هاخد دلوقتي النوع التاني وكيفية ترتيب الصفات بالشكل التاني اللي انا قلتلكو عليه طريقة سهلة وجميلة تخليك تحفظ الصفات بشكل كويس وسهل انا حبدأ اتعامل مع الايه يا شباب حدأ اتعامل معا the acronym the acronym معناها الحرف الأول من كل كلمة يعني كلمة opinion هاخد منها the acronym 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 وهاعمل ايه بقى شباب هنتعامل مع the acronym بدايات الكلمات دي زي ما احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة بتطلع معايا كلمة وكأنها اسم الشركة usash.com وكأنك بتحفظ اسم الشركة usash.com بتحفظها وما بتنساش ان شاء الله بتبدأ تتعامل مع the initials بتاعة البدايات بتاعة كل كلمة ودي طريقة سهلة برضو شباب بالنسبة للناس اللي مش عاوزة تحفظ عربي فبتحفظ كلمة usash.com اوكي؟ دي طريقة برضو سهلة ومبتكرة عندنا طريقة تالتة دلوقتي حنشوفها مع بعض يا شباب يبقى الطريقة التانية معنا the acronym الحرف الأول من كل كلمة بي نختصرها بعبارة usash.com او بكلمة usash.com وكأنها اسم الشركة النمط التالت يا شباب وي الاسلوب التالت والاسلوب ده سهل جدا بالنسبة للناس اللي عندهم ضعف في الحلم عندي طريقتين يا شباب برتب بيهم الصفات وطريقتين بي يعتمدوا على المنطق هنبدأ بالطريقة الأولى الرأي قبل الحقيقة الرأي قبل الحقيقة تعالوا كده نشوف مع بعض المثال Ali is a young friendly teacher ركز معايا لما تيجي تبص كده كلمة friendly رأي يعني ايه رأي ده وجهة نظر لما تيجي تعبر عن وجهة نظر او تقول وجهة نظر كشخص يبقى دايما تبدأ بي صفة وجهة النظر friendly فإذا يا شباب بتعرف الصفة منين انها رأي فتقدمها الأول على الحقيقة طبعا هتقول لي كلمة young او الصفة young حقيقة وحقول لك ايوه ليه يا أستاذ لاني اما يكون واحد صغير او كبير الناس كلها عارفة ان ده كبير او صغير يبقى عندي لما تكون الصفة اقدمها على صفة الحقيقة حسنا؟ اذا الي ايوه 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 المفروض نقول ايوه شباب هنقول friendly نجيبها مكان young ويوه مكان friendly يبقى الحل معانا ايوه شباب هنقول الي ايوه 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 وده الحل السهل الوسيط معانا النهاردة الطريقة التانية شباب وهي الافكار العامة قبل الافكار الخاصة دائما نبدأ بي general ideas او general adjectives قبل specific adjectives الصفات الخاصة تعالوا كده نشوف المثال ده اي بوت الالدر نيوه باج فور ماي وايوه اوكي مركز معايا ان انا عندي كلمة او صفة دي صفة خاصة اما كلمة new دي صفة عامة هاتقولي ازاي هقولك كلمة نيوه حاجات كتيرة جديدة حاجات كتيرة او جديدة ممكن تكون ساعة ممكن يكون بيت سيارة حاجات كتيرة كلمة عام او كلمة نيوه بتيجي على حاجات كتيرة جدا تمام اما اللادر اللي هو الجلد specific حاجة خاصة مش حاجات كتيرة مصنوعة من الجلد مش حاجات كتيرة جلدية تمام؟ فعشان كده احنا بنعتمد على الأسلوب ده الأفكار العامة قبل الأفكار الخاصة في ترتيب الصفات وده بيكون أسهل للمخ في استدعاء الترتيب المنطقي تقدم العام على الخاص فالحل بتاعنا هيكون زي يا شباب نجيب نيو قبل لادر ولادر نجيبها بعد نيو يبقى الحل الطبيعي بتاعنا يا شباب هو إيه؟ I bought a new لادر bag for my wife حل كده سهل يا شباب يبقى احنا عندنا طريقتين الرأي قبل الحقيقة الأفكار العامة قبل الأفكار الخاصة بكده احنا خدنا تلت طرق ان شاء الله تلاقي الطريقة المناسبة دي واللي تقدر من خلالها ترتب الصفات بشكل جيد الفقرة معانا الأخيرة يا شباب وهي فقرة practice الممارسة put adjectives in the correct order يعني ضع الصفات في الترتيب الصحيح تعالوا كده مع بعض نشوف المثال الأولاني hammer is a query young friendly teacher ركز معايا query young friendly teacher يا ترى أي واحدة من الطرق الثلاثة تبتت في ذهنك وأصبحت سهلة بالنسبة لك تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل إيه؟ نفكر مع بعض كلمة query دي جنسية أو أصل young the age اللي هو العمر friendly ده رأي أو صفة تدل على رأي أو شخصية يبقى يا شباب لما نيجي نرتب الترتيب المنطقة حنقول يا شباب شوف معايا الترتيب كده قلنا إيه؟ بدأنا ب friendly وبعد كده young بعد كده query تمام؟ ركز كده معايا وحاول تقول الجملة صحة كده ما نكتبها hammer is a هنقول يا شباب a friendly young query teacher ركز بدأنا ب friendly شخصية أو رأي young age العمر query اللي هو الأصلة والجنسية hammer is a friendly young query teacher تمام؟ تعالوا نشوف المثال الثاني I bought a Japanese modern powerful car I bought a Japanese modern powerful car شتريت سيارة Japanese modern تقدر تقول عليها العمر age powerful يعني قوية ممكن تخش في ممكن تقول على powerful رأي أو شخصية تمام؟ لما تيجي ترتب هنرتب إزاي شباب نفكر كده مع بعض هنقول إيه؟ تعالوا نشوف الترتيب هنبدأ بكلمة powerful أو الصفة powerful الأول وبعد كده modern وبعد كده Japanese يبقى الترتيب بتاعنا يا شباب I bought a powerful modern Japanese car I bought a powerful modern Japanese car powerful دي رأي أو شخصية modern تأتي من الـ age مع الأشياء تقول حديث تقول قديم Japanese ده الأصل أو الجنسية تمام؟ المثال الثالث معنا فاتمة is an Egyptian nice small girl تمام؟ فاتمة فتاة ايه؟ nice small girl هعطيك خمس ثواني تفكر علشان ننزل الإجابة So كده احنا شباب خدنا خمس ثواني وأظن الحل سهل وبسيط تعالوا كده مع بعض نحل هنقولي يا شباب فاتمة is nice رأي small حجب Egyptian أصل أو جنسية يبقى الحل معنا شباب فاتمة is a nice small Egyptian girl أوكي؟ الحل سهل جدا nice small Egyptian girl تعالوا نأخذ مثال ثاني We have bought American metallic professional four cameras طبعا أنا أعطيتك أربع صفات هنا الحل مش صعب أبدا بس أنا هنا عاوز أقولك معلومة جديدة لما تكون الجملة فيها صفة ترتيب رقم أو كمية ابدأ بالرقم أو الكمية ودي معلومة جديدة مش من ضمن الترتيب اللي احنا قلناه في أول الحلقة يبقى أنا لو جات لكلمة some لو جالي four five أو حتى كلمة many أو much أبدأ بيهم وده يكون في بداية الحل في بداية الصفات لما تيجي ترتب الصفات أول حاجة إن كان فيه رقم تضعوا الأول إن كان فيه كلمة some أو كلمة many أو كلمة much تضعوا من الأول برضه وبعد كده تيجي الصفات بالترتيب اللي انت عارفه طيب برضو هنا هعطيك خمس ثواني تفكر معايا في الترتيب المنطقي للصفات ونرجع نحل مع بعض ترتيب المنطقي للصفات لذلك الترتيب هنا سنقول الترتيب هنا الرقم الأول بعد الرقم سنقول professional بعد الجنسية سنقول American وآخر المادة metallic يبقى الإجابة يا شباب بالشكل المنطقي معنا We have bought four professional American metallic cameras We have bought four professional American metallic cameras أوكي طيب تعالوا كده نشوف المثال الأخير معنا These are Arabic marvelous old some manuscripts ركز معايا عندي أربع صفات فيها الجنسية وفيها الرأي وفيها العمر وفيها quantity يعني كلمة كمية عاوزك تاخد خمس دواني تفكر أو ممكن تثبت الشاشة لو احتاجت وقت أطول وتحل نرجع نحل مع بعض سو تعالوا كده مع بعض يا شباب نحاول نحل مع بعض شوف الترتيب بدأنا ب sum اللي هي quantity world بعد كده marvelous اللي هي الرأي أو الشخصية وبعد كده old اللي هو age العمر وآخر حاجة استخدمناها في الترتيب بتاعنا Arabic اللي هو الترتيب والجنسية يبقى يا شباب الحل بتاعنا سهل وتعالوا كده نقرأ مع بعض these are some marvelous old Arabic manuscripts some marvelous old Arabic manuscripts طبعا زي ما احنا شايفين العبارات والجمل أصبحت سهلة زي ما شفتوا الشباب الشرح سهل وبسيط وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة حاولوا تسمعوا الحلقة أكتر من مرة وتعرفوا زميلكم بالحلقات خاصة الفترة اللي جاية بالنسبة للناس المقدمة على الامتحانات حاولوا تسمعوا الحلقات وتعرفوا زميلكم بالحلقات إن شاء الله نكون وصلنا نهاية حلقتنا نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله لأنت نستغفرك ونتوب إليك